والله لن تحل مشاكلنا ولن تكشف همومنا ولن تتبدل أحوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات أي حياة هذا والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربه أعظم من المحافظة على الصلوات قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاةه إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أمة الصلاة يا جبريل تضيع أمة الصلاة قال يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يترب المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات أليست الصلاة هي التي تنهان عن الفواحش والمنكرات أليست الصلاة هي التي تنهان عن الفواحش والمنكرات يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات أمره بخمسين صلاة فلا ذا لا يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات بأجل خمسين خمس صلوات بأجل خمسين الصلاة نور كيف تستطيع أن تسير في الظلمات كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الخلماني ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زماني متى ستنظم إلى الصفوف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون متى ستستقيم وتعلم أن أعظم ممور الدين بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات والمسارعة إلى المساجد والمحافظة على تكبرات الإحرام خمس صلوات من أداهم حيث ينادى بهم كن له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعهم فلا يلومن إلا نفره فلا يلومن إلا نفره فلا يلومن إلا نفره فلا يلومن إلا نفره ترجمة نانسي قنقر